مش عايز حد يتخض وكليز مش قريت طبعا عشان طبق على كل الناس بس يعني انا هقول لانا شايفاه خلاص يعني انت عايز ايه يا تور انت بتدور حالة انتصار حالة نجاح انت زي ما تقول محطوط في امتحان او العلاقة محطوطة في امتحان وعايز تنجح العلاقة دي تعدي من هذا الامتحان واضح انتو بتعدوا بامتحان نفسك تخرج من الامتحان ده منتصر ورفع راسك اي ان كانت ده المشكلة هل هو اختلاف وجهات نظر هل هي مشكلة خيانة هل هي مشكلة ثقة هل هي مشكلة مشكلة مادة اي ان كانت المشكلة انت عايز تخرج منها منتصر انت عايز تكون اقوى وصاحب قرار في العلاقة انت مش عايز ان انت صاحب قرار قوي في حاجة بقى انا عايز اقولها لك انه في شخص جنبك يا تور بينصحك نصايح مش مزبطة انا بالنسبة لي هذا الكائن هذا البورس اللي قاعد جنبك ده شخص قريب منك جدا وبالشرط على فكرة يكون قاصد ازيتك ممكن يكون هو علامه كده هو طريق التفكير وهو بيعالج الامور كده فيشور عليك بدا فتغرق الدنيا اكتر في حد بينصحك نصايح مش صح يا برج التور مش عايزة افرد سؤنية انه هو يكون قاصد ازيتك خلينا نقول هو ده وجهة نظره بس وجهة النظر دي لا تنطبق على الموقف اللي انت فيه فارجوك ما تسمعش للشخص ده شايف شريكك ازاي شايفه فارس فارس بالنسبة للبنت معروف هو ايه الفارس الشخص اللي كان بتتمنته لحياتها نفس المعنى ينطبق على الراجل ان هو شايفها طلع له الفارس معنى ان هي برضو بعدات احلامه هي دي الشخص اللي كان بيتمناه يعني فيه ايه الطاقة ما بينكم فيها عناد يا تور فيها عناد كلامي ولا كلامك انا ولا انت دماغي ولا دماغك فيها عناد فيها عناد واضح شركك متكتف يا يا تور متكتف مش عارف يعمل مش عارف يتحرك انت زنقه انت زنقه زنقه جمده جدا شكلك ميب باستمارك ومعاند معاه عناد يعني معرفش هو مأزي على فكرة شركك مأزي بص لو انت حاسس بجرحة وحاسس انت زعلان بص هو حالته عاملة ازاي هو نفسه يخرج من الحالة اللي هو فيها دي انت حطه تحت pressure وضغط عصبي جامد لو ده حقيقي please خف عليه شوية شايفك ازاي خليني بقى اقولكوا بقى الموضوع ده شايفك بتتصرف من غير ارادتك دي مش ارادتك ده مش انت مش انت اللي بتعمل ده ده في مشورة بتتقلك وانت بتسمعها وهي اللي ماشيك كده مش انت اللي ماشي متصار شايفين متربط بسلاسل حاجة هي اللي بتمشيك وانت فاكر انك انت مجبر تعمل ده لانك مربوط بس لو ركسته في الصورة بصوا سلاسل مفكوكة يعني انت حر على فكرة حتعمل اللي انت عايزه انت اللي رابط نفسك وانت اللي جارر نفسك وراء الاراء دي فplease اعتمد على نفسك وحاولت يعني to save your partner انقذه من الحالة اللي هو فيها دي ارجوك لو انت فعلا عايز توصل للانتصار والنجاح اللي في العلاقة ده زي ما انت عايز زي ما قلتلكم الطاقة فيها عنات خلوا بالكم واللي عند ده اوحش حاجة في العلاقة لو الطاقة بقى فيها عند يعني ايه بتعلو على بعض هو يعمل حاجة وانت تعلي عليه بترحيه معليه عليك ايه رح هو معلي عليها لا ده ده كده ده رحين في مصيبة صوتة طيب ايه اللي بيحصل بصوا بقى طلعلكو ايه طلعلكو البورس هنا وطلعلكو عقرب هنا هنا الحالة المزاجية او الحالة العامة في العلاقة فيها هدوء نسبي بس ما هواش هدوء يعني اللي هو خلاص المشكلة تحلت لا المشكلة لسه قائمة بس زي ما تقولوا ايه واخدين هدنة عاملين هدنة كل واحد في حاله كل واحد مع نفسه واما نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه وده كويس جدا ده كويس ايه مش وحش خالص بس خلوا بالكو في حد مستني لحظة معينة علشان ينقض عشان يزرع سلم تاني فيعني انتبهوا خلوا بالكو كويس قوي من الناس بالذات القريبين منكم في صبر وتضحية من الناحيتين الطرفين يعني لو شريكك الصراحة بالحالة اللي هو فيها دي وكمان هيضحي الصراحة يعني يا تور ده ده ما يتسابش ده ما يتزعلش اصلا انه ما يفعش يضعله انه هو يضحي بالطريقة دي فيه تضحية وصبر من الطرفين الخبر الحلو بازن الله في غصون وقت يعني الله اعلم ما بحبش قد دي وقت انه فعلا بحس عيتها ان انا يعني دجالة ان شاء الله في وقت قريب هليحصل القرب ده هتقربوا من بعض وحتصفوا والمشاكل هتزولوا وحالة العنات دي هتروح والشم اللي حيتلم تاني اهم حاجة التأييدة اللي انت فكر انت متأيدها دي لأ انت مش متأيد خالص يا تور انت حر طاليب انت حر نفسك وصوتك من دماغك على فكرة والبورس ده الصديق او القريب او ايا كان الشخص اللي بيديلك النصايح دي يعني يديله اجهزة شوي بس كده اوعد مع نفسك وشوف هتحس بايه رضي علي فارس بورك التور ايه السؤال انا حط ايدي على السواق مش طبي يا كل صاحب اشكرت يا لينا فعلا مرسي حبيبتي جدا حبيبي انتو كلمك صح اعمل اي اي انا اصحاب هو محتار جدا اعمل اي ولا حاجة ايهبه طلعي الناس اللي بيقولولك يعني انت فكري بعقلك مفيش حد قادرة بالعلاق بعلاقتك قدك انت اكتر واحد عارف شريكك وهو اكتر واحد يعرفك ما تسمحوش لحد يعني يديكو قراءه وهو اصلا مش فاهم فاهمين قصدي طلعوا الناس دي والله بيغرقوا اكتر ما بينفاعوا شكرا مع جوزي انا طور نبين اه لو الاراية منطبقة اهدي شوية عليه لان جوزك شكله وحالته صعب يعني تعب خفي عليه شوية العزراء هيتقل قريب جدا يا احمد حاضر اوكي عقرب هو العقرب اتقل من فترة مش مش بعيدة يعني فمعلش هستمنا شوية على العقرب لان قراءته كان لسه متقلة قريب فقريب قريب برضو هنقوله بس لسه شوية وقت هنقض برضو انا واحمد ونشوف كده ايه الابراج اللي احنا قلناها ونحاول برضو ان احنا نعيد تغطرهم تاني عشان العقرب برضو ما يتقلش اخر برج زي الشهر اللي فات عشان عارف الموضة ده اخر برج دايما هيزعل بس هو لازم حقيقة في اخر برج يعني يوم اللي هعمل لازم يكون في نهاية فعلا ان مكتفي جدا وعطفي في ضغط ووجه ويعاند بوضوح للأسف ليان بالراحة عناده ما تقبلهوش بعناد من فضلك حاولي انا عارفة انه ساعد بيكون صعب علينا لكن حاولي ما تقبلش عناده بعناد ما تفهميش ليه يعني احنا المفروض انه احنا اكثر عقلا واكثر يعني صبر صبرنا اكثر فيعني لو عندك طاقة وتقدري بليز ما تقبلش عناده بعناد سيبي عناد شوالله لا الحمد لله طيب يلا نشوف المجموعة المجموعة الثالثة لبرج الثور طيب قبل ما ابتدي بس معلش القرية دي انا فيه واحدة بعتلها رسالة من ثلاث ايام وقعت لها انت كسبتي الراية المجانية بليز لو انت موجودة في اللايب ارجوكي بعتلي اي حاجة لان انا في وسط اللبخة بتاعتي نسيت احط اسمك في اي حتة فعشان لقيكي لازم يعني اجو ثرو حاجة مثلا ستمية مسج فمعلش بليز لو سمعيني الدواء فيه سوم قاتل ارجوكي لو سمعيني بعتلي رسالة على الصفحة عشان تطلعي فوق انت عدم انا في البيت ولاي واكسر من لك ولا ده صح يا حبيبة ربنا يخليكي مرسي 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 اوكي اخر مرة اخر مرة قراءة المجموعة الثالثة بورج الثور قراءة الجنرال بسم الله الرحمن الرحيم اذا اه ثالثة صح ريا الجنرال اوكي بني هذا اوكي مرسي 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 اوكي بني شويه اللي بيحصل ده. ايه اللي انا شايفه ده. اوكي خلينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. مشاكلك كتير يا تور ما فيش كلام. اعباء شديدة بصوا مش قادر حتى يرفعها من العالارض. اكتر منك. يعني الموضوع الحمل اكتر منك. فاهمين قصدي? فيعني ما تحملش نفسك زيادة بقى. اقف على كده. وحاول بقى حد ايه يشيل معاك. حد يشيل معاك حتى عصايا واحدة. اي حاجة. حد يساعدك يعني. في قرار انت محتار تاخده لان في توابع ومش واضحة بالنسبة لك. نصيحة الكرت. انه اه يعني شوف ايه ما تتصرعش. جمع معلومات. جمع معلومات اكتر قبل ما تقوم بالقرار ده. اوكي? لو عملت ده يمكن الله اعلم يا رب اكون غلط. نتفادى الخسارة دي. في خسارة يا تور. يعني الله اعلم يا رب اكون غلط. الخسارة يعني ولو كنت صح تيجي بحاجة مادية وربنا يعوضها بسرعة ان شاء الله. بس ده في هم في حزن شايل هم. اوكي? في شوية ايه يعني قرب. يعني في حاجة مش كويس. في حاجة مش كويس. الهم ده هيدي لك احساس بالخوف. في خوف وفي اه متكتف. يعني وخايف تاخد اي حركة. بس الحالة دي مش هتطول. don't worry. هتاخد الكنترول تاني. بصوا هو قائد العربة. هتاخد الكنترول تاني. انت كده يا تور انت ما شاء الله عليك شخصيتك كده انت ما بتطولش. ما بتعرفش تطول في مود. بتعرفش تطول في زعل. اه متعرفش تطول في اخناء. بتحب دايما تخلص مشاكلك بسرعة. مش هتطول كتير في المودة. هتمسك الكنترول تاني. وحتنطلق تاني. على طول ان شاء الله. في حاجة بقى هنا. justice. ده حاجة من اتنين. يا اما انت في ظلم وقع عليك. يا اما وقع انت وقعته على حد. او في ورق بيخلص. خلينا ناخد سيناريو سيناريو. ظلم وقع عليك. فانت هتاخد قرار. ده اللي هيحصل بقى ان شاء الله بعد كده. بالظلم ده. وحتاخد هتسلك طريق تاني خالص بعيد. هتبتدي بداية جديدة خالص. انت وقعت الظلم ده على حد. ارجوك صلحه. دي ما دي حاجة بيدك انت بقى. يعني دي حاجة بيدك انت. ارجوك حاول انت ترفع الظلم ده. لو هو ورق سفر. واعتقد ان هو ورق سفر. لان واضح عندي هنا. رحلة طويلة وفي سفر. وانت يعني لو عملت فكر ها يا ترى ايه اللي هيحصل? يعني هيحصل ايه بعدين? طريق طويل. طويل سفرة طويلة. بس انت مدعوم من اللي حواليك. كله بيدعيلك بالتوفيق. وكله واقف معاك. وطبعا اكيد ربنا معاك. طريق جديد خالص. يعني شكله كده سفر. بس قابليها تحتار حيرة طويلة. هتقعد شوية كتير بتفكر في القرار ده. مسافر ولا لا. او مش شرط ان هو يكون بالضرورة سفر. ممكن تكون سفر يعني برا مصر. ممكن تكون من محافظة لمحافظة ما انت بتغير حياة. انت بتغير بيئة كاملة. تغير بيئة كاملة. ممكن تكون تغير شغل. في طريق جديد طويل هيتغير. بس قبليه زي ما قلتلك هيكون في حيرة جديدة. الورق ده اللي حيتم لو كان ده ورث متأخر. يمكن يكون ورث. في حالة مادية هتتطور جدا. ده بقى البوس. ده ال king of pentacles. ده اقصى تطور مادية. يعني ممكن يعدي على برك. اللي هو بقى اللي هو بوم. حاجة حلوة قوي قوي ان شاء الله. وكمان هتتدي تساعد بقى هتطلع حاجات للناس وتساعد قريبك اللي حواليك اللي محتاج مساعدة هتديله. اللي عنده مشكلة هتساعده فيها. وطبعا زي ما انتم عارفين يعني كل ده بيترد بعدين. يعني كل حاجة هتساعد بها حد دلوقتي هتتردلك بعدين. نلخص القراءة. اه الشيلة تقيلة يا تور المسئولات كتير. اه شيل على قدك. ما تشيلش اكتر مما ينبغي. الخسارة اللي هتعدي بيها دي. اديها وقتها وانا عارفة انك انت مش هتطول. شوية خوف شوية حسابات مع النفس كده اللي انا عملته ده. وبعدين هتقود العربة تاني. وهتطلع وهتندفع. وهتمشي لطريق جديد. هتسلق طريق جديد خالص ان شاء الله. عملي التغيير جامد يعني. وزي ما قلنا حالة مادية فيها تطور كويس جدا جدا جدا. ربنا يزيد بيبارك. طيب. 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 بس يا بس يا بس بس يا 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 بس ومتطلعين لحاجة احسن. بس ده عمل لك ارهاق. عمل طاقة ارهاق ليك ولي شريكك. اهو. الطاقة مستنفزة مرهق. مرهقين انتو الاتنين. زي ما تقولوا ايه عمالين تجليد يعني بتجليده في بعض او انت بتزق وجامد. اعمل اكتر. لا اشتغل اكتر. عايزين معرفش نعمل ايه. لا عايزين نعلى اكتر. عايزين مستوى احسن. اه ده اللي انا شايفاه انه ده اللي انت عايزه. طالع بنتيكلز كلها كوينز يعني اهو. شايف شريكك ازاي شايفه برضو خير من ربنا. خير ربنا بعته لك. يعني دي حاجة كده خير ربنا بعته لك. وحاجة جت توازن حياتك. يعني هو زي ما تقوله هو ادي لك الميزان انه حياتك تكون. اه فيها خير اكتر. الخير يكون اكتر. بيساعدك على الخير. اه. شريكك عايز ايه? شريكك عايز. يعني زي ما تقوله مساعدة من حد. مساعدة من صديق او قريب او حد حد قريب منه. محتاج منه مساعدة. يمكن او لو حتى بالمشورة. يعني هو محتاج مساعدة حد. وده احساس على فكرة مش سهل. ان حد يكون محتاج مساعدة حد. فلو انت السبب يطور ضغط عليه بالشكل ده اللي هو لأ اشتغل اكتر او اعمل حاجة اه يعني زبط الدنيا اللي مش عن جماني دي. بالراحة عليه شوي. بالراحة شوي. نفسه في حالة اه حاجة تتغير. حاجة تتغير. يمكن بقى الحاجة هتتغير دي اه ضغطك عليه. او بسبب اللي انت عايزه ده. يعني انت مش بتطلب حاجة وحشة. مش بتطلب حاجة غلط. بس الفكرة انه هو يعني شكله مش قادر. يعني هو ما عندوش اللي اللي يقدمه لك دلوقتي. فهو نفسه في موت شيء حاجة تموت ويحل محلها حاجة تانية. فاكيد اللي لنفسه يموت ده شيء وحش. فايش شيء الوحش اللي انه شايفه انه انت بتطلب حاجات كتير عايز تعالي من مستويك. عايز عايز عايز. وهو مش قادر يلبي. خياني قلبها لان عايز وعايز دي اكيد ست بتطلب اكيد من راجل. لان دي مسؤولية الراجل. فنفرض ان الراجل هو البرج التور. الراجل عايز ايه? ممكن يكون مثلا البنت برضو عايزها ترفع من مستويها بشكل ما. يمكن هي تكون اقل منه في حاجة. عايزها لا اطلعي. اه عايزك مثلا تلبسي بطريقة احسن. عايزك تتكلمي بطريقة احسن. الحاجات دي فهم قصدي اللي هو ايه? تعلي من المستوى بتاعها. وهي مش عارفة مش عارفة تجاري. يعني بالراحة عليها. بالراحة شوي. الحاجات بتتصلح بالراحة. اه شريكك شايفك ازاي يا تور? يا بورج التور? سوري. شريكك شايفك? محتار. محتار. يعني شايف تعمل ايه? هل مش عارف تكمل ولا لا في العلاقة? هل انت في حالة دلوقتي اه اه يعني وصلت للأج وعلى وشك تاخد قرار اكمل او لا? ولا انت محتار في العادي? انا لانا عرفه ان بورج التور مش محتار خالص. بورج التور عارف هو عايز ايه? وبيعملو على طول. بالعكس مندفع. فتصرفاته يعني بيعمل حاجة وعدين يفكر. فما اعتقدش عندك الحيرة دي. فشكلك على وشك تاخد قرار. فليز نتقنا. طيب فيه انا هتجلنا فرص. فرص. يعني ايه? يعني فرص نحسن حالتنا المادية. ارجوك للراجل يعني او اين كان المسؤول عن الحالة المادية. انت هتعرف تنتهز الفرصة دي. وتشغلها لصالحك. ان شاء الله. اه كرت السحر فيه فرص كتيرة جدا. لو على البنت برضو نفس الحكاية عندك فرص كتير جدا. ان انت برضو تطلعي وتوصلي للحاجة اللي الشريكك عايز بتوصلي لها. اه فيه هروب من شيء. هروب من مواجهة. اه. يمكن يكون حد. حد زعل حد منكم انتم وبنبعد يعني الشريكو شريكو. ففيه حالة هروب بتهربوا ومش عايزين تواجهوا المشكلة دي. وساعات على فكرة بيكون ده قرار عائل جدا. انه كنتوا متواجهوش. دلوقتي يعني لو مشكلة ملهاش لازمة عديها وخلاص. وايه؟ وهي هتتصلح مع نفسها. وبفعل ان شاء الله تتصلح مع نفسها. في نجاح. يعني ان شاء الله الحالة الم جيدة اللي برج التور عايزها او الحالة الاجتماعية اللي برج التور عايزها شريكو هيوصله ان شاء الله. او هو هيوصل له. في حالة نجاح رضا. وحالة بقى ايه لو ايه؟ فخر مفتخر بنفسك، مفخر بنفسك، والناس اللي حواليك كمان بيهنوك ومفتخرين بنجاحك. وفي مجالات كتير جدا مش في العلاقة بس. نجح في كزا حاجة. على المادية وفي الاجتماعية وفي العمل وفي كل حاجة. ان شاء الله كارت العالم ده برضو من الكروت الماجر من الكروت الاساسية وكارت قوي جدا العالم ده. رأيه برضو حلوة التور برج التور ارضوك بالراحة شوية على شركك بلاش تضغط عليه زيادة طالما هو شايفه بيعمل مجهود.